سمكة البولتي، مفانة العوم هي جزء كيسي يوجد في تجويف جسم السمكة وتحديداً فوق القناة الهضمية وتحت الكليتين مباشرةً ويسمى بمثانة العوم أو مثانة الغاز، سوامورغاس بلدر أما عن تركيبها، فهي عبارة عن كيس طويل ذي جدران رقيقة تنشأ كنمو خارجي من القناة الهضمية ويظل متصلاً بها بواسطة القناة التنفسية والتي تفتح على السطح الظهري للبلعوم وقد تبقى القناة التنفسية مفتوحة طوال حياة السمكة كما في الأسماك ذوات الأكياس المفتوحة أو قد تغلق هذه القناة كما في الأسماك ذوات الأكياس المغلقة أين يتم إفراز الغاز الموجود داخلها وامتصاصه؟ يتم إفراز الغاز إلى داخل مثانة العوم عن طريق غدة الغاز، جاس جلاند والتي توجد في الجدار الأمامي البطني من الكيس وتبطن بخلايا طلائية عمودية متعرجة وأسفلها توجد منطقة غنية بالأوعية الدموية تسمى التشابك الدموي ريت ميرابل ويطلق مصطلح الجسم الأحمر ريت بادي على كل من غدة الغاز والتشابك الدموي وأتم امتصاص الغاز عن طريق الخلايا الطلائية الموجودة في المنطقة الظهرية الخلفية للمثانة والتي تسمى الجسم البيضاوي أوفالبضي يصل الدم الشرياني إلى الجسم الأحمر عن طريق الشريان السلياقي المساريقي وهو فرع من الأبهر الظهري ويصل إلى الجسم البيضاوي عن طريق الأبهر الظهري نفسه لكن يترك الدم الجسم الأحمر عن طريق الوريد الكبدي البابي ويترك الجسم البيضاوي عن طريق الوريد الرئيسي الخلفي كيف يتم إفراز الغاز؟ يقع إفراز الغاز أو امتصاصه تحت تأثير التحكم العصبي فالجسم الأحمر مزود بفرع من العصب الحائر والجسم البيضاوي مزود بفروع من الجهاز العصبي السمبتاوي وبهذا تتحكم السمكة في ضخ أو امتصاص الغاز في مثانة العوم وظائف مثانة العوم تتكون أهمية مثانة العوم في عدد من الوظائف الهامة وهي 1- عملية الاتزان المائي وهي أهم وظائف مثانة الغاز حيث تحافظ على توازن السمكة في الماء وذلك عن طريق إفراز أو امتصاص الغاز حيث يمكن للسمكة أن تغير حجم مثانة العوم وبالتالي تغير كثافة السمكة بحيث تتلاءم مع كثافة الماء المحيط بها في عمق معين 2- عملية التنفس كما هو الحال في الأسماك الرئوية والتي يتطور فيها كيس الغاز ليكون تركيباً يشبه الرئة البسيطة 3- إنتاج الصوت تصدر الأسماك أصواتاً إما عن طريق احتكاك الأسناك البلعومية مع بعضها أو بانقباض عضلات مثانة الغاز نفسها وأياً كان مصدر الصوت فإن مثانة الغاز تعمل كمكبر للصوت وأحياناً تصدر الأصوات في الأسماك ذوات الأكياس المفتوحة عن طريق التحكم في مرور الغاز بين مثانة الغاز والمريء 4- استقبال الصوت والضغط يمكن لمثانة الغاز الإحساس بوجود أي تموجات في المياه سواء كانت موجات صوتية أو موجات نتيجة لضغط وعليه يمكن لهذا الكيس الانضغاط حسب المستقبل اشتركوا في القناة